السلام عليكم وتحديدا في الجهاز الهضمي فتح الانسدادات المغلقة في الجسم وطرد الريح والغازات التخفيف من حرارة الجسم ولهيبها وتحديدا عند استخدام عصير ثماره يعالج الكثير من مشاكل الاطفال مثل الرخاوة وعدم القدر على النهوض والحركة بشكل سريع مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة المعدة وينصح بتناوله بعد الوجبات الغدائية لانه ساد للشهية يمنع انتشار التورومات المختلفة في الجسم ويعمل على تنقية الدم وزيادة حيوية الجسم ونشاطه كذلك يعالج انواع مختلف من الالتهابات وتحديدا التي تصيب الحلقة والقصب الهوائية ايضا الاستحمام بمنقوع اوراق السدر مفيد للتخلص من الكثير من الامراض ومشاكل الجلد وطريقة تحضير المنقوع بسيطة جدا نأخذ مقدار ثلاث او اربع اوراق ثم نضعها في كوب من الماء المغلي يترك لمدة عشر دقائق يصفى ثم يشرب شكرا لكم على المشاهدة ونلتقي في فيديو قادم ومعلومة مفيدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم ورحمة الله وبركاته